معارك داري احتدمت في مختلف جبهة تعز وسط اليمن بين المقاومة الشعبية المسنودة بالجيش اليمني وميليشيات الحوث والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح تجددت المواجهات حينما حاولت الميليشيات تسلل باتجاه معسكر اللواء 35 لكن الجيش والمقاومة تمكن من صد العملية واستعادة السيطرة على عدد من المواقع القريبة من المعسكر وجبل هان في جبهة الضباب كما تقدمت المقاومة إلى جوار القصر الجمهوري شرقا في هذا السياق أعلن المجلس العسكري للجيش الوطني اليمني عن مقتر 18 عنصرا من ميليشيات الحوث والمخلوع صالح في المعارك التي دارت على وجه التحديد في الجبهة الشرقية للتعز والجبهة الشمالية والغربية لنفس المدينة كذلك شن الجيش والمقاومة هجوما على مواقع الميليشيات في حي فعبات والجحملية حقق فيها تقدما كما شنت المقاومة هجوما على مواقع الحوثيين باتجاه مناطق المناشير انتهى بفرار المتمردين وتحاول الميليشيات إحكام سيطرتها على محافظة تعزل التحكم بباب المندب وتهديد السلطة الشرعية في عدن والمحافظات الجنوبية فيما تدفع الحكومة الشرعية بالمزيد من قواتها للتقدم نحو العاصمة صنعاء وتضييق الخناق على معاقل الحوثيين في سعداء ترجمة نانسي قنقر